السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا و المرحبا بكم في درس جديد في مادة تربية البدنية و الدفاع عن النفس اليوم بهدن الله سنتكمل وحدة كرة السلة سنتقن المهارة الثانية و حدث سننقذ كل مراجعة بسيطة على مهارتنا في الحصة الماضية و بعده ننتقل لحمائة اليوم تهارين بسيطة و بعده هو انتعرض على مهارتنا اليوم وبعد إن شاء الله نأخذ مراجعة بسيطة وأسئلة على درسنا اليوم نتقل مع بعض على درسنا في الحصة الماضية تكلمنا عن تمرير الكرة باليدين من فوق الرأس وقلنا كيف نقدر نأديها بطريقة صحيحة عن طريق اتباع الخطوات التالية رقم واحد هي أن تمسك الكرة باليدين ويتم مساكها والذراعين في وضع امتداد للأعلى أي ممدودتان عالية لو لاحظنا الآن ذراعين ممدودتان عاليا وإلى الخلب بشكل بسيط ومساك الكرة باليدين وإيضا قدم للأمام والأخرى للخلب تقيم الجسم باستقامة هذه الخطوة الأولى خطوة الثانية وفيها الكرة تسير باتجاه أفقي تجاه أفقي إلى الأمام نرجعها إلى الخلف خلف الرأس ثم إلى الأمام بشكل أفقي وإلى أسفل قليل حتى يسلمها اللاعب الآخر وهو زميلك في اللاعب والفريق لاحظنا الآن كون الخلف ثم إلى الأمام وإلى الخلف حتى يسلمها اللاعب الآخر الخطوة الثالثة يتم التمرير بالاعتماد على الرسق وكذلك بالاعتماد على الأصابع دائما نحن في هذه المهارة نعاون نعتمد على أصابع اليد وأيضا على الرسق اليد لإعطاء الكرة القوة في بداية نرجعها إلى الخلف ثم إلى الأمام وأخذ خطوة وإعطاها الزخم والقوة المناسبة لتمرير الكرة لللاعب الآخر هذا بشكل بسيط مهارتنا لو لاحظنا الآن في البداية وقوف قدمان قدم الأمام وقدم الأخرى إلى الخلف ثم إرجاع الكرة إيش إلى الخلف خلف الراس بالتحديد ومسكها باليدين وبعدها دفع الكرة للأمام مع تقديم الذراعين نلاحظنا الآن السهم تقديمها إلى الأمام مع تحريك الذراعين للأمام وإلى أسفل الاستلام الزميل الكرة الآن ننتقل مع بعض لتماريننا اليوم نبي الجميع الآن يكون جاهز لأداء التمارين الرياضية بالآن من الجميع في البداية نأكد عليكم لا بد إيش لبس زيء الرياضي المناسب وأيضاً اختيار المكان المناسب وأيضاً أهيئة كيف؟ مثل ما قلنا حنا ما يكفي أن يختار مكان أيضاً نهاية المكان بعد عني جميع الأدوات اللي ممكن تسبب لي قدر الله الإصابات عشان أقدر أدي التماريني وأقدر أدي المهارة والمهارات والخبرة التعليمية بكل أريحية مع بعض الآن التمرين الأول المشي بالمكان بسرعة خفيفة بعدها ننتقد إلى السرعة متوسطة في المكان جاهزين؟ مع بعض تمرين ابتدي واحد اثنين ثلاثة أربعة أبطال خمسة ستة أبطال سبعة ثمانية تسعة عشرة استمر واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ممتازين ستة سبعة سبعة ثمانية تسعة عشرة استمرت السرعة متوسطة متازين واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة أبطال سبعة ثمانية تسعة أخير عشرة قف تمرين الثاني وقوف الذراعين عاليا والنزول ولمس باطل القدم والرجوع مرة أخرى ولمس باطل القدم الأخرى جزيب مع بعض تمرين ابتدي واحد اجع مرة ثانية ممتازين اثنين لحب ممتاز القدم بشكل كامل ممتازين أبطال ثلاثة أربعة خمسة ستة أبطال سبعة ممتازين تمانية تسعة عشرة استمروا ممتازين جولة الثانية واحد اثنين ثلاثة ذراعين عالية ممتازين أبطال أربعة خمسة ستة ممتازين سبعة تمانية تسعة أخير عشرة قف تمرين الثالث قوف بشكل جانبي أوضح لكم رفع ذراع عاليا رفع القدم ثم الرجوع ورفع القدم الأخر جاهزين مع بعض تمرين ابتدي اممتازين واحد اممتازين اثنين ثلاثة أربعة أبطال خمسة ستة سبعة ثمانية اممتازين تسعة عشرة استمر الجولة الثانية واحد اثنين ثلاثة أربعة أبطال خمسة ستة سبعة اممتازين ثمانية تسعة أخير عشرة قف ثمين لبعده وقف تروح عاليا تحريك القدم ولمس المرفق شعزين مع بعض نكدع دائما أثناء التمرين ناخذ الشهيق والزفير عشان يساعدنا في دخال كمية كبيرة لأكسجين داخل الجسم مع بعض تمرين ابتدين واحد اثنين ثلاثة أربعة ممتازين خمسة ستة أبطال سبعة ثمانية تسعة عشرة استمر جولة الثانية واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ممتازين ستة سبعة ثمانية أبطال تسعة أخير عشرة قف ندخل على طول الجهة الأخرى نفس التمرين جازي مع بعض تمرين ابتدي واحد اثنين اثنين ثلاثة اربعة خمسة ممتازين ستة سبعة ثمانية تسعة أبطال عشرة استمر واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ممتازين ستة سبعة ثمانية تسعة أخير عشرة قف دراعين للأمام والنزول بشكل جدا بسيط والرجوع إلى وضع البداية جازي مع بعض تمرين ابتدي واحد نزول ممتازين اثنين ثلاثة أربعة خمسة ممتازين ستة سبعة همانية أبطال تسعة عشرة استمر جولة الثانية واحد اثنين ثلاثة أربعة أبطال خمسة ستة سبعة ممتازين ثمانية تسعة أخير عشرة قف تمرين تمرين الأخير وقوف ترعين جانبا تحريكها للأمام بشكل دائري مع بعض جاهزين تمرين ابتدي واحد اثنين بسرعة جدا بسيط ممتازين ثلاثة أربعة أربعة خمسة ممتازين ستة سبعة أبطال ثمانية تسعة عشرة استمر واحد اثنين ثلاثة أربعة ممتازين خمسة ستة سبعة أبطال ثمانية تسعة أخير عشرة قف ريح مع بعض المكان ممتازين تحريك الذراعين وقدمين بشكل جدا بسيط ممتازين ترك الأمام الرجوع مرة ثانية أبطال الاستمرار تحريكها بشكل جدا بسيط قوف بشكل بسيط جانب ممتازين جال أخرى أبطال شيخ الزفير مرة ثانية خير تهزينا عافية ننتقل الآن إلى درسنا الجديد ذن الله رأي تكلم إن شاء الله في وحدتنا وحدة الكرة السلة عن تمرير الكرة باليدين من في القرص تكلمنا في الحصة الماضية واليوم بذن الله راح نتكلم عن تمرير الكرة باليدين من أسفل الرافعة وبذن الله في الحصص القادمة راح نتكلم عن تنطيط الكرة من الوقوف وأيضا من المشي والجري وأخيرا عن بعض القوانين الضرورية الحديثة التي تحكم المنافسة في لعبة كرة السلة يوم إن شاء الله ستكلم عن تمرير الكرة باليدين من أسفل تسمى الرافعة طيب نستذكر مع بعض نقل نحن ما هي أو ما هي مقصود في رياضة كرة السلة بشكل جدا بسيط هي رياضة جماعية يتنافس فيها إثناء من الفرق ويتكون كل منهما من خمس لاعبين وأيضا حيث يحاول كل من الفريقين إحراز الأهداف والتي تسمى في لعبة كرة السلة بإيش بالنقاط عبر تخال الكرة في سلة دائرية الشكل وللاحظنا لا نصور لأمامكم الآن هذه السلة الدائرية لإدخال الكرة داخل هذه السلة يسمى نقطة ويعتمد تلك اللعبة تعتمد تلك اللعبة على مبدأ التعاون معيش مع الكرة بسخدام اليدين فقط تضمن ذلك التنطيط الكرة وأيضا رميها وتمريرها من اللاعب إلى آخر تعرف الآن مع بعض على إتقام مهارة تمرير الكرة من أسفل وتسمى الرافعة ويتم اتباع الخطوات التالية الخطوة الأولى هي أن تمسك الكرة أو تمسك الكفان الكرة من الجانبين للاحظنا هذه اليدين تمسك الكرة وتضع الكفان الجانبين والأسفل بحيث تكون أصابع اليد منتشرة على الكرة لنقوة جدا مهمة للاحظنا الآن الأصابع تكون منتشرة على الكرة وليس تكون متجمعة خطوة الثانية أو خطوة تابعة لأن الكرة بسبب أن الكرة السلة حجمها كبير ونحتاج السيطرة عليها من خلال نشر الأصابع حولها بشكل جدا بسيط لو لاحظنا الآن حجم الكرة كبير ونشر الأصابع يساعدنا على السيطرة على الكرة خطوة الثانية المرفقان من دوتان إلى أسفل قليلا أمام الجسم لاحظنا الآن المرفقان تكون ممددان إلى أسفل استعدادا لتمرير الكرة ثلاثة تدفع الكرة بالأصابع دفع يش بسيطة في اتجاه المستلم وفي وضع في مستوى الجذع باللحظة الآن الكرة تكون في مستوى اليد ودفع إلى الأمام باليد و بتحديد بالأصابع مرة ثانية تدفع الكرة بالأصابع دفع بسيطة في اتجاه المستلم وفي مستوى جذع لحظة الآن هذه المهارة بشكل جدا بسيط لحظة الآن تقدم قدم على الأخرى والظهر في انثناء إلى الأمام بشكل بسيط وثاني في الرقبتين استعداد لأداء المهارة ومسك الكرة باليدين ونشر الأصابع عليها طبعا باليدين تكون ومد المرخب بشكل كامل هذه كلها خطوات استعداد لأدائش المهارة وبعدها على طول يتم أرجحة الذراع إلى الأمام ودفع الكرة بالأصابع ومد أجزاء الجسم واخذ خطوة إلى الأمام ويعطائها إلى الزميل وتمرير الكرة وأيضا عندنا ضبط النفس والتحكم عن الفعلات أثناء المنافسة دائما أثناء اللعب أو المنافسة يكون فيه فقد للسيطرة ويرتبط النشاط الرياضي التبطئ وثيقة بالانفعالات كما يتميز بقوة تذبيته لفعالية مما يشكل الأساس للتأثير الهام على يشعر الشخصية الفرد والطالب والطالبة لذا يجب علينا العمل على الضبط النفس والتحكم في الانفعالات أثناء المرسط النشاط البدني بما لا ينعكس بنتيجة سلبية على أداء المهارة أو التعامل مع الآخرين نحن ناخذك مراجعة بسيطة على درسنا اليوم عندنا السؤال الأول يجب على الطالب والطالبة العمل على الضبط ضبط النفس والتحكم في الانفعالات أثناء مرسط النشاط البدني نحن تكلمنا قبل شوي عن ضبط النفس والتحكم طبعا هذه من الأسئلة الصحيحة ممتازين أبطال لذا يجب عين جميع نضبط النفس أثناء النشاط بدني هو أيضا ثناء المنافسة ثناء مرسط النشاط البدني والرياضي السؤال الثاني أي من الصورتين تمثل مهارة تمرير الكرة باليدين من أسفل وتسمى الرافعة هل هي الصورة رقم واحد أو الصورة رقم اثنين ركز الآن في أداء في الصورة ممتازين أبطال هي الصورة رقم واحد واللي حظنا الآن مثل ما قلنا حنه تكون الذراعين للأمام واللي أسفل مسك الكرة ودفعها إلى الأمام الصورة الثانية هذه مارتنا في حصة الماضية الكرة بعدين من الأعلى خلف الرأس ثم إلى الأمام الآن لو طلبناكم بشكل جدا بسيط في تأدية المهارة حنقلنا نرجع معه بشكل جدا سريع مسك الكرة تكون باليدين ليش نشر الأصابع لأن حجم الكرة غالب يكون حجمها كبير بعكس كرة مثلا اليد يمكن أن يمساكها بيد واحدة لكن كرة حجمة يكون كبيرة ويجب أن يكون مسكها بجانب الكرة وأيضا يكون قدم متقدمة على الأخرى وبعدها ينزال الضار أو يكون الضار إلى الأسفل بشكل جدا بسيط يكون الذراع ممدودة بشكل كامل وليس مثنية بشكل كامل وارجع إلى الخلف ثم يش إلى الأمام هل ممكن يستخدمها أثناء لحمها قبل المباراة أثناء تعطينا مرونة أكثر في الذراع وخصوصا في الكتف أداء المهارة ممكن تعطينا قبل اللعب أثناء اللحماء إذا تقنناها إن شاء الله في الصف الخامس ينأخذ تمريرة الصدرية هي مقاربة التمريرة لكن تمريرتنا اليوم بشكل جانب يكون إثناء في الظهر تمرير الكرة إلى نأخذ مهارة مقاربة لكن تمرير الصدرية تمرير الأمام تمريرها بشكل أمام أخذ خطوة الأمام واستمرار حركة الذراعين نحن نأكد دائما حركة الذراعين تكون إلى الأمام ليش وش سبب عشان نعطيها الدفع والزخم القوة إلى الأمام ويعطيها إلى الزميل الآخر وهي نوع من أنواع التمارين كده حبايب يصير إنت هنا من درسنا اليوم يعطيكم العافية على حسن إنصاتكم وإستماعكم يعطيكم العافية جميع وفأمل